تحياتي النهاردة هكلمكم عن محنة الإمام الطبري مع أتباع المذهب الحنبالي طبعا الإمام الطبري هو الإمام العلامة شيخ الإسلام وإمام المفسرين وكبير مؤرخ الأمة الإسلامية وأكبر علماء الإسلام تصنيفا وتأليفا ومع ذلك قام الحنابلة بالتنكيل به بطريقة بشعة وبلا رحمة بالرغم من كبر سنه وكان قد تجاوز الخمسة وتمانين من عمره حينها محنة الإمام الجليل بدأت عندما أشاع أتباع المذهب الحنبالي عليه إنه من الروافد ورمو بالتشيع والإمامية وقلبوا عليه العامة من الشعب ليشتموه ويسبوه كان المذهب الحنبالي هو المذهب السائد بأرض العراق في تلك الفترة خلال القرنين الثالث والرابع الهجري وذلك بسبب صمود الإمام أحمد في محنة خلق القرآن وهذا الصمود أعلى من شأنه ومن شأن الحنابلة ورفع من قدرهم في أعين الناس والعامة وأقبلوا على تعلم العلم وفقا للمذهب الحنبالي حتى أصبح الحنابلة الأغلبية في أرض العراق وكان رأس الحنابلة بالعراق أبا بكر محمد بن الحافز أبي داود صاحب السنن وكانت بين أبي بكر والإمام الطبري مشحنات وخلافات فقهية وفي التفسير ولكن للأسف هذه الاختلافات أخذت منحنة كثيري بسبب التعصب المذهبي وتحول الخلاف بين الرجلين الحملة شعواء على الإمام الطبري زاد من اشتعالها الجهل ودخول عوام الناس في القضية وهم بالطبع بوقود أي فتنة وهذا ما يحدث حتى يومنا هذا عندما يقوم التكفريين بتهييج العام على كل مجدد أو محدث أو مصلح أو مخالف في حجة حماية الدين المهم قام أتباع المذهب الحنبالي بقيادة أبي بكر أبي داود بإشاعة الأكاذيب والأبطيل على الإمام العلمة الطبري والتي نعتوه فيها بالكفر والتشيع وللأسف صدقهم الكثير من عمة الشعب وذلك بسبب تأليف الإمام الطبري كتابا في اختلاف العلماء والمذهب في الأمصار وكان كتابا ضخما جدا إلا أنه لم يذكر فيه المذهب الحنبالي حيث كان يرى أن الإمام أحمد مجرد محدث ضيق الأفق زو منهج متزمت جامد غير قابل للبقاء وطبعا لغاية النهاردة إحنا لما أي حد بيبقى يعني متعصب لرأيه بيقول له أنت حنبالي فكان واضح أن المنهج يعني الإمام الطبري ما كانش مقتنع به المهم يعني يعني بسبب أنه كان متزمت جامد غير قابل للبقاء لذلك يعني الطبري لم يعتبره فقيه لأن الفقيه يجب أن يتمتع بساعة الأفق المهم أن الحنابلة وجدوا أن أراءه هذه فرصة جيدة للنيل منه والتشنيع عليه بكرهية الإمام أحمد حتى يقلب عليه العام من الشعب وقالوا مدام الطبري يكره الإمام أحمد إذن فالطبري فاسد العقيدة معتزلي أو شيعي رافضي وكانت هذه التهمة في ذلك الوقت كفيلة بالإطاحة بأكبر الرموز والعلماء حتى ولو كانوا منتراز الإمام الطبري ومن الأمور التي ساعدت أيضا على قبول العام الفكرة تشيع الطبري تجميعه للحديث الذي يستدل به الشيعة على حقية علي ابن أبي طالب بالخلافة وهو حديث صحيح لا شك فيه ولكن لا دلالة فيه على حقية علي بالخلافة وكان تأويله لهذا الحديث يختلف كلية عما ذهب إليه الشيعة من تأويل خاطئ الحديث بالطبع هو من كنت مولاه فعلي مولاه والسبب وراء جمع الطبري هذا الحديث هو قيام أبي بكر ابن أبي داود وغيره من علماء الحنبلة بتضعيف هذا الحديث بالرغم من صحته وقد أقرأ أبي بكر ابن أبي داود بعد ذلك بصحة الحديث وهنا تكمن مشكلة أدباع المذهب الحنبالي وهو قيامهم بتضعيف أي حديث لا يعجبهم حتى لو كان صحيح حقيقي عكس الإمام الجليل الطبري الذي كان يعتمد على التطقيق والتيقن قبل قبول الحديث أو رفضه وما أزاد محنة الطبري مع الحنابلة رفضه لعقيدة الإقعاد التي كان يروج لها الحنابلة ومفاد هذه العقيدة أن الحنابلة يفسرون المقام المحمود بإجلاس المولى جل وعلا للنبي على العرش يوم القيامة لكن الإمام الطبري كتب كتاب بيّن فيه بطلان هذه العقيدة وفسادها والحديث الذي ورد في شأنها كاذب وضعيف مما زاد من كراهية الحنابلة له كل هذه الأمور جعلت المحنة تستحكم وتضيق حلاقتها عليه وبعد تلك الهجمة الشارسة من الإشعات والأباطيل والأكاذيب قام الحنابلة بالتشويش على الطبي في مجالسه وتنفير حتى الطلبة طلبته وتنفير الطلبة منه ومع ذلك ظل الإمام الطبري صابرا محتسبا مواظبا على دروسه لا ينقطع عنها حتى قام الحنابلة ذات يوم بسبه وشتمه أثناء أحد الدروس لو أنه راجل كان كبير في السن يعني شفته التعص بيوصل لفين وأقموه بالقوة من حلقة الدرس ومنعه من الجلوس للتدريس وألزموه القعود في البيت فقام الطبري بنقل دروسه إلى بيته فكان يجتمع مع طلبة العلم في منزله مما أغاز الحنابلة عليه أكثر وأكثر واشتد غضبهم عليه رغم أنه الرجل كان مسالم يعني أنتو مش عايزين طب أنا هدرس في البيت ورغم يعني شوفوا التعصب بيعمل إيه التعصب ده شيء مقيت لازم كلنا ناخد لبلنا أنك أنت اعتقد اللي أنت عايزه المذهب اللي أنت عايزه الدين اللي أنت عايزه اعتقد كما تشاء لكن لا تتدخل في دمائر الآخرين أو تحكم عليهم يعني اللي حصل دلوقتي هكمل لكم حاجات بشعة يعني يعني فقام الطبري بنقل دروسه إلى بيته فكان يجتمع مع طلبة العلم في منزله مما أغاز الحنابلة عليه أكثر وأكثر واشتد غضبهم عليه فدفعهم التعصب المذهبي لأبعد درجات الغلوب والظلم حيث قاموا بمحاصرة بيت الإمام الطبري ومنعوا من الخروج ومنعوا طلاب العلم من الدخول إليه وظل الطبري حبيس بيته يعاني من الاضطهاد الشديد وظل الحنابلة محاصرين لبيت الطبري حتى فارق الحياة تخيلوا وكان عمره يعني عن عمره ينهز 85 عام يعني الشيخ عجوز يا شفتوا التعصب بيعمل إيه وبلغت المحنة أوجهها ووصل التعصب يعني الزروته عندما رفض الحنابلة فك الحسار عنه حتى بعد وفاته ورفضوا أن يدفنوا في مدافن المسلمين يعني الرجل ماتوا مش عايزين يطلق يعني حتى حرام يا ساتر يا رب ويدفنوا يعني إيه ده فاضطر أصحاب الطبري أصدقائه أن يدفنوا في صح نظاره حقيقة مش ممكن يعني اللي حصل ده إيه الكرهية دي الكرهية ده فعلا شيء مقيت رغم أن الرجل يعني رجل علامة أنا يعني أعتقد أكبر درس ممكن نتعلمه من محنة الإمام الطبري أن التعصب المذهبي هو الذي أضعها هذه الأمة وفرق بينها وأضعفها وأباح سفك الدماء التي حرمتها جميع الأديان المشكلة المتعصب أنه بيورس أفكار وعدات من الأباء والأسلاف يراها مقدسات التي يجب التسليم بها يعني بصحتها دون تفكير لذلك المتعصب أو المتعصب لمذهب أو فكر أو دين معين بيرفض تماما أي نقدة أو رأي مخالف لما تورسه عن أبائه وأجداده ودي مشكلة أي إنسان متعصب هقول لكم بعض من المصادر اللي ذكرت هذه الجريمة النكراء يعني ذكر ابن الأسير عن الطبري فقالوا في هذه السنة 310 هجرية توفي محمد ابن جرير الطبري ودفن ليلا بصحن داره لأن الحنابلة اجتمعت ومنع دفنه نهارا ودفن ليلا بداره متحججين بأنه كان رافضي شيع ملحد وإيه حتى لو ملحد يعني أنتم ما يدفنوه يعني هو عشان ملحد ما يدفنش يعني تخيلوا التعصب يوصل النسل فين يعني الطبري بيقى ملحد حاجة فعلا غريبة وذكر برضو ابن كسير في ترجمة الطبري فقال ودفن في داره لأن الرعاة من عوام الحنابلة منعوا دفنه نهارا ورموه بالإلحاد والتشيع يعني الطبري بقى ملحد يعني دي مشكلة العوام أنك تدخل يعني رجال الدين يستخدموا العوام للتهييج يعني الأغراض في نفسهم فتخيلوا الإمام الطبري الإمام العلامة الطبري وصفوا بأنه ملحد وشيع ورافدي وعقيدة فاسدة يعني ده اللي أنا حبيت أوصله لكم أن التعصب يعني مش هيجيب للأمة دي غير هقول لكم الإضعاف والإنهاك وحتبقى بقى يا أمة دي كانت حلقة النهاردة أتمنى أنها تكون نالت إعجابكم وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة وطبع مساءكم